انت بقى اصلا اتشهرت كدكتور سنان عشان عالكت فنانين كتير ولا لما انت كنت مشهور شوية كدكتور سنان الفنانين عارفوك فايدوا يجو لك ولا مالهاش دعوة ببعض وهي جات كده ولا ايه دا هو الحمد لله احنا عدنا نشتغل على تطوير طب الاسنان في مصر من الشكل العام اللي هو انت بتروح للدكتور يعمل لك الحشوة ويعلاج العصب والتربوش هو دكتور واحد اللي عمليه يعمل لك كل حاجة وده شكل مش متخصص بدأنا نشتغل ان يبقى لأ فيها اسمها التيم التيم ده اللي بعمل لك علاج العصب باستشاري فبتا علاج العصب بيلفة على القوة دي اعمل علاج عصب في اليوم ستا لا واقعت في القوة ده هل نقص في الجيلة قادة قوة علاج العصب تجهيزات علاج العصب الاصلية دا فيه ميكريسكوب باق عايش جوه اللي ما يفعش تنقل ماشي من غير ما خش في التفاصيل الدردية دي احنا شكارة والناس ان قلبنا الموضوع اللي فريق فالفريق بيقدم خدمة صح فبدأنا بعد فترة الناس تقول لك لا الناس دي غير اوكي فاخدت سمعة من الحكاية دي فاخدنا سمعة في الحكاية دي وبعدين مع الوقت بدأ بقى الفنانين شوية اللي هو يقول لك ما الراجل دا كويس الراجل دا انا شفت قريبتي عاملة عنده والنتيجة كويسة فبدأوا يجي انا اللي نصحني اصلا بنور كان فنانة صديقة مشتركة والحقيقة يعني كانت نصيحة حلوانها بقى ايهنا اصحاب انا ونور اصلا من صحيحة بقى حلوان انت مش عامل سنانك لا 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 عشان اوكي بقى اهوى يعني هناك انا بسيسة اعيالي تقول لك مش عاملية حاجة سمعت بقى حاجة ان انت بتقالف اغاني وبتاعها حساس قوي دي ما وهبت بقى اوه اوه بيبي والان انا في الكلية بقى اوه بيبي بتقالف اغاني ها انا بتاع الكلام طب سؤال بقى عمرك بعدت بتاع كم شعر كده الوحدة واثرت جابت نتيجة جامد يعني مراتي ايه ده والله انت بكتب لها اغاني بقى اعلف لها اغاني اعلفت لها يعني الموضوع نجح مقويك ها بقى بتستمتع جدا من انت بقى اعلف لها اغاني اوه غير ما دي غير ما ما شوناها غينة عمر دياب ولا دي بتاع تتمنى ليكي مفيش حاجة يعني انت سمعت الكلام ده في حتة قبل كده بتاع انا ليك انت لا ده انا قديم ايه اصلا انا بقى اغاني بقى اغاني بقى اغاني ابيحة او بقى اغاني بحظر ما بحبش ايه لو شفتي اللي في قلبي هتعرفي قدي انا بحبك وانت كده انا انسان حساس مقدرش اه انت حساس حساس اوي ياه وحب با او اغاني حب يعيش يبقى سخسخ بقى اكتر موقف فنان كان عندنا فيه في عيادة وحصل احراج او غريب كان او اه بس طبع مش قولي الاسم مطربة عظيمة وانا بحبها جدا وهي يعني خلاص عرفتها بدرها طلبة ايه اكتشفت ان هي عندها مشكلة ان هي عندها احساس دائم ان فيه حد هيختالها فطول ما هي موجودة هي متوترة جدا اه اه انا بحب الشخصيات دي انا بحب الشخصيات دي الحود بتاع الكورسي الاسنان وببص جواه فانا مش عارف لا يا راجل انت ببص في ايه لا راجل موسوسة للدرجة دي نظريت المؤامرة جامد اه اه فيه حاجة خلاص فيه حاجة ايه دي موتعبة او الشوق طول ما هي قاعدة اه طب ايه احنا الموضوع عندنا بسيطة يا جماعة انا مش هنعمل عملية قلب مفتوطة فهتوتريني الموضوع السنان خلط لا هي متوترة جدا وعندها فعلا احساس ان فيه حد فيه حد عايز حياة فيه حد جاي فيه حد هيعمل فيه حد يفتح الباب علينا دلوقتي كانت بتجوزة راجل اعمالك لها واتطلقت وخايفة يقتلها مش عارف يعني عندها مشاكل كتير نفسي اللذيذة قابل لا لا دي حقيقة اه 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 دي اكتر واحدة واتطلتني في حياتي في حياتك في حياتي خلاص مش هنقول اسمها طبعا بس الناس انتراث فضل شهر ماتحنون ماتحنون